ثانية مع هذه اللحظات مع هذا الأداء الجميل والمميز في هذه اللحظة باندفاع ثاني أشواطنا هو الشواطن خاص بالإبكار المهجنات الأصائل الذي أعلن انطلاقه في ثاني اندفاعات هذا الصباح وتأكيد المشاركات على أرضية هذا الميدان في هذه المكرمة الغالية التي تبدأ دائما بتحديات انطلاقات رياضة الأصالة هنا على تحبة ميادين السباقات مكرمة سموشي حمدان براشد المكتوم نائب حكم دبي وزير المالية داعم رياضات الأصالة وانطلاقاتها في تحبة ميادين السباقات بدأنا وانطلق على بركة الله ثاني أشواطنا في هذه اللحظات الشوط الذي يحمل كما ذكرنا المهجنات في انطلاق ثاني المسافة هي أربعة كيلومترات تحمل البداية الأولى والمسار الأول المقدمة والصدارة وأول انطلاق الضبي على المركز الأول لعلي بن راشد بن حمد بن غدير في المقدمة والانطلاق الأولى المركز الثاني شديد على المركز الثاني منصور بن فارس الفندي وعلى المركز الثالث هملو لسعيد بن محمد بن معتوق الحامري اللي تصل أيضا فيه المركز الثالث بينما المركز الرابع بالضبيان على المركز الرابع علي بن عبد الله بونواس انتقالنا إلى خامس المراكز اللي من الشاهنية صالم بن عبد الاجتبيح المركز الثالث هو تدخل قادم من الشاهنية محمد بن علي بالسعودي الاجتبيح اللي تحتل المركز الرابع دخول في خامس المراكز من الضبي سعيد بقليم السلطان بن رشيد وفي المركز السادس الأولمبي هذا هذه الشانية صالح بن حمد بن شليويح العامري مع المركز مركز السادس 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 بالفعل دخول هنا على المركز السابع لحمد اخترابنا من مسار التجارب الفميتين الباقي النهاية كما نشاهد مقدمة هذا الشوط رباعية المقدمة هناك سلام يا العين سلام سلام يا العين سلام اشوف الشاهنية محمد بن علي بالسعودي الاجتبيح قلب الوضاح على قمة المقدمة والصدارة الأولى والمركز الأول وغير الأمور تبقى في المركز الثاني شديد منصور مفارس الفندي على المركز الثاني في هذا التحدي ثنائي على المقدمة ما بين الشاهنية وما بين شديد شديد على ثالث المراكز وصول في المركز الثالث من الشاهنية صالح بن حمد بن شلويح العامري وصلت التحديات وصلت الانطلاقات بدأت المنافسة بدأت تحرك ولكن الصمود هناك يا سلام يا سلام الشاهنية محمد بن علي بالسعودي الاجتبيح اشوفها هالي الهير صباحهم فل جود مورنينج الهير جود مورنينج ما شاء الله تحديات البداية بدأت هنا وهذه انطلاقة خط النهاية خط لا رجعت فيه سواء الانتصار والنموس مع المقدمة الشاهنية محمد بن علي بالسعودي الاجتبيح يسجل انجازه في انطلاقات هذه الرياضة السن هو سن لذاعه والتحديات لأربعة كيلومترات وما شاء الله خط النهاية وصول مباشرة هالينا والنموس عيد محمد بن علي بالسعودي الاجتبيح الاجتبيح على هذه الانطلاقة وهذا الاداء الجميل اللي قدمت الشاهنية حتى خط النهاية تهالينا والنموس المركز الثاني منصور بن فارس الفدي الشديد وفي المركز الثالث خليفة ضبيب الشامسي وفي المركز الرابع الشاهنية صالح بن حمد بن شليوحي العامري وفي خامس المراكز حملولي سعيد محمد بن معتوق العامري هذه المراكز الأولى والتحديات الأولى والمسار الأول في هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الله وصل الجميع مع هذه اللحظات والعودة إلى قمة النهاية ومسار خط النهاية حيث كانت الشاهنية هي على المقدمة هالينا ونموس عمد بن علي بسعودي قال اشتبيه ست دقائق ثمان ثواني ثمانا من اجزاء من الثانية ما شاء الله نفس التوقيت الله الله البداية والصراع مبكر في انطلاقات هذا الصباح المركز الثاني وصول شديد منصور بن فارس الفندي اللي وصلت على المركز الثاني تهانينا وانموس دقائق 11 ثاني جزئين من الثانية تهانينا ونموس في المركز الثالث كانت هناك الشاهنية خليفة بن ضبيب الشامسي اللي وصلت في المركز الثالث دقائق 11 ثاني ثلاثا من الاجزاء الثانية ايضا تهانينا لحمد بن ضبيب الشامسي زميلي هنا في انطلاقات هيرادات الاصالة والتراث ما شاء الله وتبارك الله في هذه اللحظات مع مسار اشواطنا